اشتركوا في القناة والترازية والوقائية والرؤى الثاقبة التي تبذلها مملكة البحرين في استمرارها للتصدي لفايروس كورونا المستجد كوفيد 19 لضمان سلامة وصحة كافة المواطنين والمقيمين والقادمين إلى مملكة البحرين ليكون هو المركز الأشمل لإجراء الفحوصات طاقات وطنية وإمكانيات جبارة سخرتها مملكة البحرين في هذا المركز الطبي المتكامل لفحص الجميع وإجراءات صحية مستمرة في تطبيق الخلط الاحترازية والوقائية لضمان احتواء فايروس كورونا ومنع انتشاره ليكون هذا المركز الطبي على أهبة الاستعداد لكل طارئ تم تحويل مركز المعارض والمؤتمرات لمملكة البحرين إلى مركز متكامل يضم هذه المركز قاعات كثيرة وهو متخصص لفحص المشتبه بهم لفايروس كورونا وكذلك المخالطين والقادمين من مطار البحرين اللي يكون عندهم أعراض كما تم تجهيز هذه المركز وفق أفضل المعايير الدولية والعالمية اللي تطبق في النظام الصحي المركز فيه تقريبا ألف كرسي للانتظار فيه أربعمائة سرير وفيه ثلاثة اللي هي عيادات متخصصة ممكن الأشخاص اللي تم فحصهم وأخذ العينات منهم الحصول على نتائجهم بالدخول على الأونلاين اللي هو في الإي جوفرمنت مركز البحرين الدولي للمؤتمرات والمعارض تم تجهيزه كمركز طبي متكامل لفحص فايروس كورونا وفق أفضل المعايير والمواصفات العالمية حيث يجتمل على عدد من الأقسام المخصصة للفحص والرعاية والعلاج لمنع أي ازدحام أو اكتظاظ في الأماكن المحددة من أجل تعزيز صحة وسلامة المجتمع القسم الأول المعني بفحص المخالطين الذين ليست لديهم أي أعراض من فيروس الكورونا لما يدخل الشخص اللي جاي للفحص نتأكد من اسم المريض اللي هو مخالط إليه بعدين بيدخل لمنطقة التصنيف في هذه المنطقة يتم ملء استمارة خاصة تم اعتمادها من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس الكورونا تضمن جميع المعلومات اللي من تاريخ المخالطة المكان الثاني أو الطريقة الثانية اللي احنا نستقبل فيها الحالات وهو أنهم يكونون محولين من المستشفيات الخاصة أو العيادات أو المراكز الصحية لما يوصل هني أول شيء نسوي أن احنا نتأكد أن اسمه موجود عندنا أنه جاي المكان الصحيح لما يدخل أي شخص لهذه الغرف للاستراحة علشان ينتظر النتيجة مالته طبعا هو ما يقدر يطلع من هني لازم ينتظر لحد ما تطلع النتيجة مالته نطمن عليه أنه ما فيه شيء نقدر نطلع تم تخصيص قاعة خاصة للقادمين من المطار بأعراض حيث يتم استلام أمتعة المسافر عند وصوله لهذه القاعة ثم تسجيله وتصنيفه من خلال ممرضات متخصصات وبعد ذلك يتم تقييمه من الطبيب المعالج وأخذ العينات المناسبة لفحص الكورونا أيضا هناك كوادر متخصصة من أطباء من مختلف الأقسام وممرضين مؤهلين كما تم الاستعانة بالمتطوعين من خلال المنصة الوطنية هذا ويواصل الفريق الوطني الطبي في تطبيق النظم والإجراءات لاحتواء ومنع انتشار الفيروس ووضع كافة الخطط والإمكانيات للتعامل مع أية حالة مشتبه بإصابتها فضلا عن وضع خطط التعامل مع من كان على اتصال مع أية حالة قائمة ومتابعة تطور انتشار الفيروس عالميا بالتواصل مع المنظمات العالمية المختصة طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين